ناخد معانا على التليفون وفي ظل نفس الموضوع وفي نفس دات الإطار سات اللي هو طارق نصير أمين عام حزب حماية الوطن أهلاً 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 بيك يا فندم أهلاً أهلاً معاني النائم إزاي الصح يا فندم هي جاتل حقرتك ونصرة البرنامج والقناة اللي هونا طبعاً اللي بنعتز منوارنا يا فندم ومشرفنا يمكن احنا حالاً واحنا بمتكلم مع سات نائبة ميرال هاريدي فيه جملة لفتت نظري وهنا أعتقد أن أنا محتاج أستفهم أكتر عن الجملة دي أن كل مشكلتنا في قدرتنا على تغيير طريق تفكيرنا إحنا المواطنين اللي أنا شايفه من الحزب أنه بيشتغل بفاعلية على ده وخدت بالي أن احنا بنتكلم عن أن احنا عاوزين مراكز الأمل تبقى أكتر من 100 مركز بإذن الله وده هيعتبر التارجت القصير بتاعنا مش التارجت الطويل مش كده ممكن يبقى ألف مركز أو حاجة طبعاً إن شاء الله يعني أدي فكرة حضرتك عن فكرة مركز الأمل وكلمة مركز الأمل ده ده توجيه من سات رئيس بصورة غير مباشرة لما حضرته فتح من عميل نحو رشينز أبي في عزبة الهجانة وأطلق على العزبة دي قال أنا هسميها مدينة الأمل وفعلاً بقى اسمها مدينة الأمل بدل كلمة سات رئيس وجه للدولة عموماً قال إحنا عايزين نهتم بالناس دي عايزين نهض بالناس دي وخلاص الشريان اللي فتح تقدروا توصلوا للناس الموجودة في عزبة الهجانة اللي كانت صح عشوائية إحنا في خلال 48 ساعة والله الحمد حزب وحماية الوطن فتح أول مركز الأمل للخدمة المجتمعية يقدم خدمات للمرأة المعيلة تشغيل وتوفير الخاملات والتسوير وفي نفس الوقت فصول للتقاطب وخدمات صحية وخدمات تعليمية وخدمات تقاطبية حاجة كثير جداً جداً مبتدى الحزب ينطلق لجميع المحافظات الفاتحين حتى الآن 25 مركز واليوم فتحنا مركز اللي في اليوم رقم 16 ده رقم مش هو رقم 16 ده رقم وزع على المحافظة رقم المركز المحافظة 16 مش مش احنا وصلنا 16 لا احنا عدينا 25 والله الحمد وبنستهدف خلال هذا العام 100 وبنوصل ان شاء الله لجميع قرى حياة كريمة مع انتهاء جميع قرى حياة كريمة هتكون ان شاء الله وصلين ده محادثك بتقول كده بالألف واكتر ده كده هي بأربعة تلاف وخمسمائة ست اللو اه بالظبط ان شاء الله نوصل لقرى حياة كريمة بالكامل وممكن قرية تكون بتخدم على قرية تانية يعني هنوفر الخدمات يعني القرية اللي احنا فتحنا دي فيها دي بتخدم كذا قرية جنبها لان هي بتخدم كذا أسرة معيلة بالظبط تقريبا حوالي 100 أسرة معيلة وال100 أسرة بيشغلوا اكتر من 100 زيهم من المنتجات اللي بيتم تشغيلها المركز ده فيه خدمات اخرى غير الخدمات التشغيلية فيه خدمات فصول تخاطب للأطفال ذوي القدرات بتساعدهم على تنمية مقراتهم فيه فصول اللي باحوا الأمية زي ما علمي اللي بقى ما ذكرت فيه فصول للتوعية الأسرية كل ده ان شاء الله بيتم وبيوفر كل حاجة للمواطن بدون ما نحمله أي قادرة حتى التسويق علينا والخمار كل حاجة علينا هكشف في التأرير الشكل والعدد الكبير جدا من المكينات التشغيل والسيدات والبنات والزاوية الاحتياجات الخاصة كله بيشتغل بجد جدا وانا اديت تكليف حتى قابلي بروح بسبوع وانت لهم انا عايز للحزب عايز 5000 شرط الحزب وعايز 5000 كاب من حزب من المركز ده وديتهم التكليف بتاعتها يعني من غير حتى ما نشوفهم عشان اساعد واخلي المركز ينتج وفعلا في اقل من ايام بسيطة كانوا انتجوا هذه الكمية وبيشتغل على المنتجات كتير جدا عشان نقدر نساعد الناس ونساعد لهم الحاجة التانية زي ما هكش شايف طبعا احنا عملنا عرص جماعي ل32 عروس هذا العرص طبعا كان فيه يعني عدد كبير اعتقد لا يقل عن 4000 من اهالي العدسان المأكودين احنا اخترنا العرصان دول بعناية دول كلهم من الايتام لان احنا بنقف جنب جنب الايتام ونازم نساعدهم في كل الاحتياجات اللي اللي قطعين اللي لديها في تجهيز واعداد المستقبلات البيت ومجبنا لهم هداية سيد رئيس وهي اجهزة منزلية كاملة من البيت عندهم تعارف في الكرة بيهتموا جدا بالاجهزة المنزلية اوي محدش بيدخل غير بالاجهزة المنزلية كاملة وزيادة وزيادة كتير لا احنا بقى بنعلمهم ثقافة ان انتو الاجهزة هي عندكم وبنغير الثقافات اثنين بتجهز واثنين تلاجة والكلام اللي كان بيحصل زمان ده لقى الاجهزة بتاعتك وبتاعة البيتك واحنا موفرنا بالكامل وبدون اي اعباء لحضراتكم وانا بنفسي دخلت المخزن عشان اتأكد من المحافظة عندنا ان فيه اجهزة موجودة لكل 32 من عروسة وعريس وفعلا شفتهم وصورناهم الاجهزة موجودة في نفس مركز الامل اللي احنا موجودين فيه ده اللي احنا بنصور فيه ده يعني التوجه من الحزب ان شاء الله هيبقى شهريا هيبقى فيه عرص جماعي زي كده في كل محافظة وان شاء الله يبقى اكبر عدد نقدر نقدم لهم مستلزمات الجواز واتكون ان شاء الله هدية السيد الرئيس من الوجه بإذن الله بإذن الله ربنا وفقكم حقيقي يعني جهد الحقيقة تشكروا عليه جدا الى ابعد الحدود كل الشكر ست اللي هو طريق نصير امين عام حزب حماة الوطن امين عام